ما معنى هذه الكلمات التي وردت في قصة البقرة التي أمر قوم موسى أن يذبحوها حد رأتم فهرض بكر عوان ذلول مسلمة شيئة قصة البقرة التي سميت السورة باسمها هي أنه وجد قتيل في قوم موسى فبدأ قومه يطالبون بدمه وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أي فاختلفتم وكل يدفع التهمة عن نفسه فأمرهم الله بذبح بقرة وأن يضربوا الميت ببعض هذه البقرة ليحيا ويخبر بقاتله فقلنا اضربوه ببعضها أي ببعض هذه البقرة كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته ولكن بدل أن يسلموا الأمر لله أساءوا الأدم مع نبيهم قالوا أتتخذنا هزوة وكيف لنبي أن يكذب على الله ويستهزئ بالناس ثم شددوا في سؤالهم عن صفات هذه البقرة ولو أنهم سارعوا إلى الانتثال لأمر الله لذبحوا أي بقرة ومن صفات هذه البقرة كما ورد في القصة قال إنه يقول أي قال موسى إن الله يقول إنها بقرة لا فارض أي ليست مسنة ولا بكر أي ليست صغيرة لم تلد عوان بين ذلك أي بين المسنة والصغيرة ثم سألوا عن لونها وعن صفات أخرى تميزها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي ليست مذللة للعمل في الحراثة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرثة مسلمة أي لا عيوب فيها لا شيئة فيها مسلمة لا شيئة فيها أي ليس فيها لون يخالف معظم لونها ولونها كان الأصفر الفاقع إن شاء الله تكون مضحة السلام عليكم